السلام عليكم كنت منا تكونوا بخير على خير و باحسل احوال و مرحبا بكم معي في فيديو جديد في قناتي و قناتكم عالم عواطف اليوم ان شاء الله سنشارك معكم ملوي اللي بهذا الشكل هذا الحجم ديالو صغير كيجي زوين بزاف كيجي مرق و خفيف سبق لي و شاركت معكم ملوي بنفس هاد الحجم و حتى هو ناجح و كيجي مرق فقط طريقة ديال التوريق ديالو مختلفة على هاد طريقة اللي غدي نشارك معكم في هاد الفيديو فغدي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو السابق باش تشوفوه و كل سيدة تختار طريقة اللي غدي تناسبها طرق بجوج كعدة و نتيجة اكتر من رائعة كيجي هكا مرق و زوين بزاف ان شاء الله تجربوه وينال اعجاب ديالكم و غدي ندوزو دابا باشا غدي نشوفو المكونات و الطريقة ديال التحذير و كيف العادة غدي نبدأ معاكم مباشرة في الطريقة ديال التحذير و في نفس الوقت كتشوفو معي المكونات فغدي نحتاجو في العجين جوج كؤوس ديال دقيق القمح السلب و هو اللي كنسميه في المغرب الفينو مع ثلاث كؤوس ديال الدقيق الابيض و بالنسبة للدقيق الابيض من الاحسن تكون نوعية جيدة الى كالخاص بالحلويات يكون احسن هكا كيجينة زوين بزاف ضفت جوج ملاعق كبيرة ديال حليب مجفف ملعقة كبيرة ديال سكر حبيبات ملعقة صغيرة بين الملح و ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات من بعد غدي نخلط النواشف بهذا الشكل هذا و غدي نحتاجو الماء باش غدي نعجنو العجين بالنسبة للسيدات اللي ما غديش يتوفر عندهم الحليب مجفف ممكن يعودوه بكأس ديال الحليب السائل يضيفو هنال العجين والباقي يكملو فقط بالماء فهنا غدي نبقاك نضيف الماء تدريجيا حتى غدي تشكل عندي العجين من بعد غدي نحطها فوق سطح العمل و غدي ندلكها مزيان اللي ما بغش دلك العجين ممكن هنا غير كتجمعها هكا كتتأكد ان العجين هكا من ساج من المكونات و كتديروها في علبة بلاستيكية او لف بلاستيك غدائي او لهاكا بشي بلاستيكة و كتسدو عليها و كتخليوها ترتاح ساعة او ساعتين حتى ثلاثة الوقت اللي بغيتو اللي عجين ببحدها تطلق و كتبلي بحالي الى مدلوكها مزيان و اللي عندها العجانة راتقدر تعجنها و تدلكها في العجانة فانا هنما غديش نخليها ترتاح مباشرة ادلكتها مزيان حتى غدي نحصل على عجين بهذا الشكل هذا كيف ما كتعرفو العجين دي المسمن و دي الملوي كي خصو يكون هكا مدلوك مزيان العجين ما كتكونش مطلوقة او اللي كتلصق في اليدين كتكون هكا شادة في راسها و في نفس الوقت راهار طبق حيت مدلوكها مزيان او اللي مرتاحها مزيان فانا غير دلكتها مباشرة قدي نقصمها لكورات هنا غدي تشوفوا معي الحجم دي الكورات يدرتهم صغار لاناني درتها كالملوي الحجم دياله صغير فهاد الكيمية اللي حضرت معاكم ديال الدقيق قصمتها ل 15 كورة وبالنسبة العجين فانا كنقصمها بادي ناشفة من بعد عادة كان بدك ناخد في الزيت و كان بدك ندهن هاد الكورات ديالي و كان ديرهم هكا في شيء طب السيل او البلاتو اللي حتهو دهنسوا بالزيت هاد الطريقة هذي كان تفاداو ان الزيت يدخل في العجين وهكا من اللي كان بدك نبسطوهم ما تقطعش لنا نهائيا فمن الاحسن نديروا هاد طريقة هذي فغدي ندهن هكا هاد الكورات كلهم بالزيت من بعد غدي نغطيهم بالبلاستيك الغيدائي و نخليهم يرتاحوا لمدة ديال 10 دقائق عاد غدي نمضى هكا نورق في الملوي باش ما يعدبناش ما تاخدش منه لوقت ولا مجهود كتمشي معنا هكا بكل سهوله فغادي نحتاجوا لزيت باشا لنبسطو العجين الزبدة اللي غادي تكون دايبة ممكن ايضا استعملو الزبدة تكون فقط بدرجة حرارات المطبخ وغادي نحتاجو للدقيق دي الفينو بالنسبة للدقيق دي الفينو اللي بغا تضيف معاه ملعقة كبيرة دي النشا مع القليل من خميرات الحلويات هكا باش تحصلو على توريق اكثر واللي بغا تكتفي فقط بالدقيق دي الفينو فغادي بقا لكم الاختيار كينين بعض السيدات اللي اكتبوا ليها في بعض التعالق بان النشا وخميرات الحلويات غير صحية باش نورقوا بيها فيكتفيو فقط بالدقيق دي الفينو فكل سيدة الدير اللي كي ناسبها فخديت كورة من العجين وبسطها بالزيت فقط كان بسطو العجين غير بالزيت من اللي كان بسطوها وتكون رقيقة كاندهنها بالزبدة وكان نرشها بالدقيق دي الفينو من بعد كان طبيب هات الشكل هذا كانجيب الطرف الاول في الوسط وكانجيب حتى الطرف الثاني وكانرجع ايدا ندهن بالزبدة ونرش بالدقيق دي الفينو ونطويب هات الشكل هذا كيف ما شفته معايا هنا اياه غدي نرجع هكا نبسط مزيان هكا باشا الرقق نزيد نبسط مزيان بهات الشكل هذا هكا ندهن بالزبدة ونرش بالدقيق دي الفينو وغادي نبدأها كنلف بها الطريقة هادي شكون ادي مرخوفة وكنلف بهات الشكل هذا اخر طرف اللي غدي بقى عندي هذا غادي ندروها كامل تحت وندخلو صافو كنقلبها وهي الملوية عندي دابة مقعدة بحالك غادي نحطها جانبا وغادي نصيب معاكم واحدة اخرى كناخد هكا الكورا كنبسطها بالزيت فقط العجين هكا ملي كتكون ارتاحة كتشوفوا معي را كتمشي معي بكل سهولة وهنا يرقق العجين مزيان هكا بشيجيني الملوي مورق وزوين وهنا باللي بسطها ندهنها كب الزبدة اما الزبدة تكون دايبة او اللي تكون بدرجة حرارات المطبخ وهذه نرش بالدقيق دي الفينو وكنجيب الطرف الاول بحالكة وغادي نلاقي هكا مع الطرف الثاني في الوسط ونرجحت هنا ندهن بالزبدة ونرش بالفينو ونطويب هات الشكل هادا هاد الطريقة هادي ساهلة بزاف وحتى الطريقة اللي كنت شاركت معكم في الفيديو السابق حتى هي ساهلة وكتعطي نتيجة اللي زوينا بزاف حتى هي تجربوها وشوفوا اللي غادي جيكم ساهلة وعملية واللي غادي ترتاحوا فيها هي اللي تبقى بتدير وديمه وحتى هنا كنرجحها كندهن بالزبدة ونرش بالدقيق دي الفينو وكان بدك اللف بهات الشكل هاد الطرف اللخر اللي كيبقى كنديروها كامل تحت سافي هدو الشكل ديالو وهذي غادي سكون هي اخر وحده هكا غادي ندير معاكم باش كونت طريقة واضحة لجميع الاخوات وكان السامر بها الطريقة هادي حتى غادي نسالي الكيمياء اللي عندي كلها جميع الكورات كندليهم عكا نفس الطريقة ومن اللي كان سالي كان نرجح كنغطيهم بالبلاستيك الغدائي وكان خليهم يرتاحوا مرة اخرى قد ممتعوا بها فانا غادي نخليهم تقريبا خمستاشر دقيقة بهذا الشكل هادا غادي نغطيهم بالبلاستيك الغدائي نخليهم خمستاشر دقيقة عاد غادي نطيبهم من اللي خليتهم ارتاحوا هنا غادي ندباش غادي نطيبهم كان اخد اول وحدين اللي كونت طايبت بطابعة الحلوك يكونوا تطلقوا كتر كنبسطهم هكا ركي تبسطوا بكل سهولة لان العجين نرتاح عندي هنا يلمقلة تقيلة النار تكون متوسطة وبطبيع الحال هنا المقلة ره ها سخونة كنرشها بخلاة ديال الزيت مع الزبدة وكنحط العجين بهذا الشكل هادا وكنرجع نرشهم هكا من الفوق بقليل ديال الزيت والزبدة وغير هكا كيشتوا راسهم من تحت كنقلبهم سافو كنبقى كل شوية نقلبهم على الجويه بجوج والنار ما تكونش مجهدة بزاف خاصة تكون هكا متوسطة باش يطيبو على خطرهم قدموا هكا احنا كنقلبو فيهم وكيطيبو على المهل وهو هكا كيتحلو كيجي وزويني فما كان نحتاجوش نبقى وندهنهم كل مرة بالخالات ديال الزيت والزبدة كان دهنهم غير ديال الرشة هكا كفي الاول فقط ومن بعد كان نبقى هكا نقلبهم وهم ناشفين وحتى كيتحمروا بهذا الشكل ضروري اننا نطيبوهم على النار اللي تكون متوسطة ما نجهدوش عليهم باش ماشي غير تتخطف ليهم هادا كل اللون يجوا محمرين ومن الداخل ما يجيش طايب وازوين غادي نزيد نطيب معاكم حتى هادو انا ره المقلع عندي كبيرة فبقيت كان طيب بالربعة هكا راسالية الكيميا كلها في وقت اللي قسار وكان سامر بهذا الطريقة اللي كتشوفه معي احتغدين سليل كيميا اللي عندي كلها وهاد المرحلة حتى هي مهم بثاف في الملوي فملي كان طيبو هكا وكان حيدو من المقلع مباشرة وهو مازال سخون كندير ليها الطريقة هذي اللي كتخلي هاداك التوراق ديالو كيزيد كيتفتح فغير نحيدوهم المقلع مباشرة نديرو لي بحالك وهنا غادي نكون ثالث معاكم هاد الكيميا اللي وجدتاك كلها كيجي الشكل ديالو بحالك كيجي زوين بزاف ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وغادي تولي هي الوصفة المعتمدة عندكم كيجي اكتر من رائع كيجي خفيف ومرق بحال الطريقة اللي رائعة هاد الطريقة اللي شاركت معكم ديال التوراق وحطت وحتى الطريقة الاخرى اللي كينا في الفيديو السابق فكانت هذه هي الوصفة دياليوما كانت منا تعجبكم وان شاء الله نتلقعوه في وصفات اخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة